بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال رجلا كرس حياته من أجل فلسطين وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها صدق الله فصدقه الله واصطفاه الله شهيدا مع من سبقه من إخوانه الشهداء ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى الذي ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر ممتشقا سلاحه مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته في مقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها وملهما في إذكاء روح الصمود والصبر والرباط والمقاومة أبناء شعبنا العظيم أمتنا العربية والإسلامية أحرار العالم لقد عاش الأخ القائد الشهيد يحيى السنوار مجاهدا وشق طريقه في حركة حماس منذ كان شابا يافعا منخرطا في أعماله الجهادية ثم في سنوات الأسر الثلاثة وعشرين قاهرا للسجان الصهيوني وبعد أن خرج من السجن في صفقة وفاء الأحرار واصل عطاءه وتخطيطه وجهاده حتى اكتحلت عيناه في السابع من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين يوم الطوفان العظيم الذي زلزل عمق الكياني وكشفها شاشة أمنه المزعوم وما تلاه من ملاحم الصمود الأسطوري لشعبنا وبسالة مقاومتنا المظفرة إلى أن نال أشرف مقام وأرفع وسام وارتقى إلى جوار ربه شاهدا وشهيدا راضيا بما قدم من جهاد وعطاء ولقد كان الشهيد القائد يحيى السنوار استمرارا لقافلة القادة الشهداء العظام على خطى الشيخ الشهيد المؤسس الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزي الرنتيسي وإبراهيم المقادمة وأبو شنب وجمال منصور وجمال سليم والشهيد القائد إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العروري وقافلة الشهداء من جميع قادة وأبناء شعبنا وأمتنا وإننا نؤكد أن هذه الدماء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا لمزيد من الصمود والثبات وإن حركة حماس ماضية على عهد القادة المؤسسين والشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة طارئين على هذه الأرض أبناء شعبنا العظيم أمتنا العربية والإسلامية أحرار العالم إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإسرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم وإن حركة تقدم قادتها وأبنائها شهداء على درب الدفاع عن حقوق شعبها وهي حركة أبية أصيلة متجذرة في شعبها ساعية لتحقيق أهدافها بإذن الله تعالى شعبنا الفلسطيني أمتنا العربية والإسلامية أحرار العالم نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسران الأبطال من سجون الاحتلال وإننا ماضون في نهج حماس وروح طوفان الأقصى ستبقى جذوتها متقدة تنبض بالحياة في نفوس أبناء شعبنا وإننا على عهدك يا أبا إبراهيم ورايتك لن تسقط بل ستظل خفاقة مرفوعة عالية سلام عليك يا أبا إبراهيم الرجل الزاهد العابد التقي سلام عليك أسيرا سلام عليك مجاهدا سلام عليك قائدا سلام عليك شهيدا في جنات الخلد بإذن الله سلام عليك إذ سيدون التاريخ أنك كتبت السطر الأول في حرب التحرير ونهاية الاحتلال في هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ جهاد ونضال شعبنا رحمك الله أبا إبراهيم وأسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنه لجهاد نصر أو استشهاد حركة المقاومة الإسلامية حماس